أم العزيزة أشعر بعطش قاتل تتسرب الصحراء إلى روحي رمالا ورياحا وجمالا مليئة بالتعب أسير كل يوم في دروب أجهل ملامحها دروب مليئة بالحيرة والأرق والانفعالات التي تفقد نتزاني حيرة تأكل ملامح روحي روحي التي نمت على حضنك وصارت اليوم في بقاع موغلة في الوجه إنها مشاهدين من أجواء نص من نصوص كتاب حنين مبعثر عن دار النشر عن وينبوك للكاتب والإعلامي اليمني الشاب المقيم بالسودان كتاب يجمع بين دفتيه فنونا أدبية ماتعة كفن اليوميات وفن الرسالة باعتبارها من فنون النفر العربي لكن الكاتب أضاف عليها وزادها من رهافة إحساسه وحنينه الجارف للأم بمعنى الخاص والرمزي أي الوطن وهذا للحديث عن الكتاب للحديث عن هذا الكتاب يسعدنا نص صديفة من العاصمة السودانية الخرطوم الكاتب والإعلامي اليمني حميد الرقيمي أهلا ومرحبا بك في برنامج دفاف شكرا على قبول الدعوة قبل الحديث عن متن هذا الكتاب حدثنا عن إحساسك وأنت تؤلف عفوا عملك الأول حنين مبعثر أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد وفي كل السادة المشاهدين وأنا سعيد جدا بأن أطل من هذه النافذة الجميلة وأن تكون لي ضفة من ضمن البرنامج الجميل الذي يسلط الضوء على عالم الفن والمعرفة والثقافة في الوطن العربي في الحقيقة كانت الرحلة مع حنين مبعثر مليئة بالشتات وتشرد والبحث عن الذات وكنت أريد أن أبني جسرا يصلني بأهلي وذكرياتي وشعبي فكانت هذه التفاصيل هي الدافع الأول لكتابة حنين مبعثر لا أعرف هل شكلت في هذا الكتاب وجدام الإنسان اليمني المهاجر والإنسان اليمني أيضا أتاء في بلاده أم شكلت نفسي إنما التقينا جميعا في الحنين الواحد إلى الأم الكبيرة التي هي اليمن وإلى أمي بشكل خاص وأنا أيضا بعيد عنها منذ أكثر من سبع عوام وكانت الكتابة هي الوسيلة الوحيدة واعتقد الوسيلة الضامنة للسلامة الروحية وأيضا الضامنة للبقاء والحفاظ على ذكريات كثيرة جمعتني بأمي وأهلي وأصدقائي في بلادي حدثنا عن ملامحي هذا الحنين المبعثر الذي رسمته في كتاباتك في نصوصك طبعا أنا شاب منذ عمري 20 سنة وأنا أحمل بلادي في حقائبي وفي كتبي وفي أوراقي يعني منذ عمري 20 سنة وأنا لا أستطيع العودة إلى بلادي أو لا أستطيع العودة بشكل خاص إلى منزلي بحكم النشاط الإعلامي وبحكم الأحداث التي تدور في اليمن وبحكم عملي الإعلامي المبكر والكتاب يعني هو يحمل شجن المواطن اليمني شجن الطالب اليمني شجن اللاجئ اليمني وهو يبحث عن بلاد تأويه في البحار وفي الصحاري وأيضا يحمل أناات وأهات من يقاتلون اليوم في جبهات القتال ويحمل أيضا من يبحثون عن الهوية اليمنية أنا كتبت هذا الكتاب في بلدان مختلفة وكنت أسافر إلى بلد ما وأشعر بالحاجة إلى بلادي وأشاهد العالم يعيش الحياة السعيدة ويعيش الحياة التي هي ملائمة لهذا العصر بينما البلد الطفل يبحث عن لقمة عيشة وأيضا القصف لا يتوقف تفجير البيوت لا يتوقف الحرب تدور في كل بقاع اليمن وحتى إن لم تكن هي حرب عسكرية إنما هناك حرب مع الحياة حرب مع الظروف أنا من بلاد أعتقد في السنوات وفي العصر الحديث جئت إلى هذه البلاد وأنا أسمع صوت الحرب وأسمع عنين الناس وأسمعت الحكايات الكثيرة وهم يرون تاريخ مأساوي جدا وعندما أتت الأحداث الأخيرة شكلتني هذه الحرب وأيضا عرفت معنى أن تكون إنسان في بلد تعيش حرب أهلية وأن تلجأ إلى بلدان أخرى تبحث فيها عن الذات حتى وإن وجدت في البلد الأخرى ما تريد إلا أنك تفتقد لبلدك تفتقد لأهلك حميد الرقيمي أنت قلت بصريحة العبارة بأن الحنين هو هذا الحنين المبعثر هو للوطن الوطن الأم نصوصك ضمنتها أيضا رسائل مباشرة أنت تحدث عن هذه الرسائل بصريحة العبارة لو سلمنا بهذا الرسائل لمن تخطها أو لمن تريد أن تكون هذه الرسائل موجهة أكتر أردت أن تكون لكل أمهات اليمنيين لكل أمهات الجيل الذي هو بعمري سوى كانت طالبا أو مشردا أو مقيما في بلد أخرى أو تائها في بلاده أردت أيضا أن أعانق كل أمهات اليمن وأن أخبر الآخرين في الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى بأن هناك وطن يمزق وأن هناك شعبا ينكل كل يوم وأن هناك بلد تسقط في الحرب كل يوم وتعيش في الهاوية أردت أيضا أن أرسم ملامح الهوية اليمنية قد لا يكون الكتاب بتلك القيمة الأدبية الكبيرة وإنما هو متواضع لكنني أيضا حملت فيه روحي وروح ثلاثين مليون يمني يبحثون عن الحياة السعيدة هذا هو الدافع الأول في كتابة هذا الحنين وأنا ابتصلني رسائل بين الحين والآخر من قراء سواء كان عرب أو يمنيين يتحدثون بشجن ويجدون أنفسهم بين هذا السطور وهذه سعادتي أن يجد الشاب اليمني والشاب العربي نفسه في سطر ما من الكتاب وأن نلتقي وجدانيا في هذه الحكاية الواحدة والحكاية الحزينة التي أعتقد أنها هي حكاية حزينة من المحيط للخليج وكل الشعوب تتضامن وأيضا تواسي من يعيشون الأوضاع التي نعيشها حميد الرقيمي لو طلب منك في جملة واحدة كيف تصف الإبداع خارج الوطن؟ الإبداع خارج الوطن أعتقد هي تراكمات للإنسان روح الشاعر أو روح الأديب تكون مختلفة عن الإنسان العادي أو الإنسان الطبيعي الذي له تخصصات مختلفة الأديب هو عندما يشاهد بلاده أو يشاهد أبناء بلاده في الخارج هو يستحضر ذكريات كثيرة ويتأمل في التفاصيل الصغيرة التي يفسرها بطريقة كبيرة أو بطريقة مفرطة بالقلق وتشكل نفسها الداتية أو الداخلية الكتابة بالمنفى هي حياة أنا أعتقد أن الكتابة بالمنفى هي حياة ومقاومة للموت والشحوب والشحوب الذي تجده في البلد الأخرى في المنفى الإجباري التي تعيشه شحوب التفاصيل الحياة اليومية حتى المناسبات التي نعيشها وطبعا بكل هذا تحتسم تجليات الدات المبدعة سواء كانت داخل أو خارج الوطن أشكرك جزيلا شكر على قبول دعوة برنامج ضفاف ونبارك لك المولود الإبداعي الأول حليل مباثر الكاتب والإعلامي اليمن المقيم بسودان حميد راقيم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك